ممكن أبتدي الحلقة طبعا بكلام وأكيد الكلام ممكن يكون مقرر عن الأهلي وإنجازاته وليه بيكسب وليه هو بالشكل ده وليه جماهيره دايما زي ما بقولت مبارح الثقة متبادلة ما بين الجماهير والعبين وبالتالي في كل الأجيال الثقة دي موجودة وبالتالي اللعيبة بتحاول دايما إسعاد جماهيرها وفي حالة إخفاق الفريق بتلاقي الأمور بتبقى في حالة حزن كبيرة للعيبة حتى يكون فيه تحقيق الانتصار وبطولة جديدة عشان يصالحه جماهيره ودائما زي ما بنقول على رأس دائما النجاح منظومة قوية ومؤسسة قوية هنا بقول على مر التاريخ وعلى مر الأجيال النادي الأهلي مليء بالكوادر الإدارية بداية طبعا من يعني من الف سماء وسبع من منذ طبعا إنشاء النادي الأهلي حتى الآن رؤساء الاندية تيجي تتكلم عليهم نار على العالم غاية في الجمال في الإدارة نهاية طبعا وأنا بقول لوقتي في الوقت الحالي كابتن محمود الخطيب نجم كرة القدم المصري الكبير وفي نفس الوقت النجم الإداري اللامع في الوقت الحالي بالنسبة للنادي الأهلي ومحبوب ومعشوق الجماهير في كرة القدم وفي الوقت الحالي في الإدارة بالنسبة للنادي الأهلي هنا بنقول أنا يعني السؤال دائما كابتن محمود الخطيب يمكن في بداية المشوار في الإدارة قابل بعض الصعاب لكن هنا الحكمة هنا الأمور الخاصة بالثبات المفعالي في الإدارة وده جزء مهم جدا في الإدارة إنك تقابل صعاب إزاي بتوقف وإزاي بتوقف قدامها وإزاي بتحاول تحجمها بحيث إنها تستفاد منها كمان مش بس فقط إنك توقفها وإزاي إنك تدير الأزمة بشكل معين لا أنت بتوقف الأزمة وبتستفاد كمان من الأزمة دي لصالحك وده اللي حصل من مجلس دabi النادي الاهلي وبالأخص كابتن محمود الخطيب لما ممكن في بعض الأوقات كان الفريق مهزوز الأمور كانت صعبة جدا وبعض الأمور الصعبة لكن مع الوقت ومع الحكمة اللي أنا بقول عليها الوضع اختلف الوضع دلوقتي بيتحول لنجاحات ونجاحات ونجاحات بالنسبة للنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الاهلي طبعا بالأعضاء المتوجين غاية في الاحترام وغاية في الأدب وغاية فيه الإخلاص للنادي الأهلي وهنا فكرة الإخلاص إنك بتعمل داخل مؤسسة بتحبها وبتتمنى النادي تشوفها في أحسن حال وفي أحسن وضع فيه الرياضة المصرية والرياضة العالمية وبالأخص طبعا نحن دايما بنتكلم الكريمة كرة القدم دايما أما تيجي نبص يعني أستاذ خالد درندالي معنا مبارح واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين لما نيجي نتكلم على عائلته كمان واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين بيتكلم إن أهم حاجة إن إسعاد جمهير النادي الأهلي والنادي الأهلي يبقى في المقدمة يعني ده جزء بيبقى دايما موجود عند مجلزات النادي الأهلي لكن أنا سؤالي دايما بقول كتن حمود الخطيب ربنا بيحبه فعلا راجل محبوب من الناس ودي ما بيجيش غير من إن ربنا بيبقى راضي عنه في نفس الوقت لإنجازاتك لعيب كرة بيقولك مثلا خلاص الراجل لعب كرة وبقى تمام زال فل خلاص لكن حتى في الإدارة بسم الله ما شاء الله الأمور بالنسبة له ربنا بيساعده يعني زي ما بقولك حتى وقت الدنيا ما كانت صعبة ربنا وقف جنبه وعداب بوقت ممكن يكون صعب وعدى مجلس الدارة وعدى النادي الأهلي بوقت صعب والأمور يعني مشت بقى بشكل أفضل وأفضل وأفضل ده كده أنا بقولك في حاجة ما بينه ما بين ربنا بتخليه يعني خلي ربنا طبعا دايما بيساعده حقله كل اللي بيتمناه وهنا ده ما بيجيش كمان غير بالجهد وبالعمل والإخلاص والتفاني في خدمة مكان كبير زي النادي الأهلي ده كنت حابب بس أتكلم على النقطة دي ومنظومة النادي الأهلي الإدارية ومؤسسة كبيرة مؤسسة مهما مين جي ومين راح الأمور بتمشي بشكل جيد لكن زي ما أقولكو الأمور ما بتبقاش سهلة لأن وراء جمهور كبير جدا في حالة أي إخفاق بتبقى المواضيع صعبة وهنا بتبقى الوقفة وقفة إننا لازم أنجح لازم مسعد الجماهير لازم النادي ده يبقى دائما في المقدمة وليس في المقدمة في مصر فقط ولكن دائما التطلع للوصول العالمية التطلع للوصول لأقصى حاجة ممكنة فيه الإبداع والتقلق وأنك توصل لرقم تبقى واحد في كل حاجة ده أعتقد دائما بيتعامل من خلال الجماهير ومجلس دارة النادي الأهلي وأيضا اللعبين